المترجم للقناة والاستثمار والتركيز على القطاع الصغير من المستثمرين والأعمال الصغيرة والمتوسطة وهذا واعد جدا لإيجاد فرص عمل للناس وتوسعة فرص الاستثمار في تونس بالإضافة إلى ذلك سنعمل على إيجاد تقوية وحدة مساعدة الأفراد في المشاريع الصغيرة جدا والاستدانة فهي المشروعين المهمين جدا عم نشطر عليهم والبنك العربي لتونس ملتزم أنه يستمر بهذا البرنامج وسيد نعم صباغ هو المدير عام البنك العربي سيد يعني بقدر يكلمكم شوي أكثر نحن جدا سعداء بالشراكة القديمة والاستراتيجية مع البنك العربي تونس نحن متواجدين كمجموعة البنك العربي بتونس من سنة الـ 58 وبنك العربي تونس أمس كان عملنا ذكرى 30 سنة على تأسيس البنك شراكة ناجحة جدا وإن شاء الله بالبنك نحن مرتاحين جدا من أداء البنك منتشر بكل البلاد خلال 120 فرع وإن شاء الله نحن نكون في شراكة أكثر وندعم البنك من خلال خبراتنا عن مدى 32 سنة إن شاء الله في دعم البنك ونزيد أعمالنا بالقطاعات المختلفة بالاقتصاد التونسي شكرا شكرا